اشهد معالي الشيخ خالد بن عبدالله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء بالعلاقات الاخوية البحرينية العمانية وما تتصف به من متانة ورسوخ ورؤى متقاربة في ظل ما تحظى به من رعاية واهتمام من جلالة الملك المعظم واخيه سلطان عمان الشقيقة وما تشهده من تطور وتقدم في مختلف المجالات التي تحقق الأهداف والتطلعات المشتركة لعم جاء ذلك لدى لقاء معالي هذا اليوم معالي السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزير خارجية سلطانة عمان في طار زيارة معاليه إلى مدينة رياض بالمملكة العربية السعودية بتكليف من حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم لترأس وفد مملكة البحرين تلبية للدعوة الكريمة التي تلقاه جلالته من أخي خادم الحرمين الشريفين ملك المملكة العربية السعودية للمشاركة في القمة العربية والإسلامية غير العادية لبحث استمرار التصعيد الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية والجمهورية اللبنانية وتطورات الأوضاع الرهنة والعكاساتها في المنطقة والتحرك إزائها أكد معاليه خلال اللقاء حرص مملكة البحرين على مواصلة تعزيز التعاون والتنسيق الثرائي المشترك مع سلطنة عمال الشقيق عبر تعظيم الاستفادة من المقاومات التي يتمتع بها البلدان وتوسيع أفاق العمل المشترك والدفع بها نحو مجالات أرحم تعود بالنفع والخير والاستهار على البلدين وشعبيهم الشقيقين كما جرى خلال اللقاء استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ومناقشة آخر المستجدات والتطورات على الصعيدين الإقليمي والدولي ترجمة نانسي قنقر